تعمل شركة الفيوم لصناعة وتكرير السكر تابعة للدولة على زيادة معدلات ضخ السكر بالأسواق والمزيد يطلعن عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلاً وصهلاً بكم وبكل أسادة المشاهدين نحييكم من شركة الفيوم لصناعة وتكرير السكر وهي إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية نتابع معكم اليوم جهود الدولة وتنفيذ توجهات القيادة السياسية بضرورة متابعة الضخ اليوم من السكر للوصول إلى المواطنين في المجمعات الاستهلاكية هذا المصنع اليوم نشهد على ضخ كميات كبيرة من إنتاج السكر ليصل للمواطنين نتحدث تحديداً في هذا المصنع الذي ينتج مئتي وخمسة وسبعين ألف طن سنوياً ما يقارب ألفي طن يومياً هذه الشاحنات من خلفي تقوم بتحميل كل إنتاج السكر نتحدث عن ألفي طن يومياً يذهب إلى المنافذ ويذهب إلى المجمعات الاستهلاكية المختلفة التابعة لوزارة التموين العمال يواصلون العمل على مدار الساعة لضخ مزيد من الكميات سواء داخل المصانع أو داخل هذا المصنع تحديداً وهو يعني ضمن أربعة مصانع تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية هذه هي الصورة من شركة ألف يوم لصناعة وتكرير السكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة إليكم مرة أخرى ترأس وزير البترول طارق المل جلسة نقاشية حول تسريع وطيرة إزالة الكربون والتحول الطقي ضمن فعليات يوم الطاقة بالجناح المصرية بمؤتمر المناخ كوب 28 المقام حالياً بالإمارات العربية المتحدة تناولت جلسة الرؤى والمسارات الرئيسية لإزالة الكربون والتحول الطقي والتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف أطراف الصناعة لدعم وتسريع جهود إزالة الكربون وكذلك صبول تعزيز التكامل بين الحكومات والمؤسسات المالية لحجد المزيد من الاستثمارات لدعم تلك الجهود في أسواق البترولة العالمية شهدت أسعار النفط تراجعاً بسبب أن تخفيضات إنتاج النفط الجديدة لمجموعة أوبيك بلس ستكون في الربع الأول من عام 2024 وليس حالياً وانخفضت العقد الأجلة لخامي بريند منسبة تقدر بـ 2.6% ليسجل 75.61 دولاراً للبرميل فحين هبطت العقد الأجلة لخامي غربي تكساس الوسيط الأمريكي منسبة تقدر بـ 2.35% ليسجل 70.62 دولار للبرميل كما انخفضت أسعار المزود عالمياً منسبة تقدر بـ 1.97% لتصل إلى 2.58 دولار للتر وفي المقابل هبطت أسعار الغزي الطبعية منسبة تقدر بـ 26% لتسجل 2.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد وزير المالية السعودية محمد القدعان أن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة في إطار اتفاقيات أوبيك بلس تؤثر على إرادات الحكومة وأضاف في مؤتمر صحفي عقب إعلان بيزانية عام 2024 أن المملكة قررت مع شركائها في أوبيك وأوبيك بلس تخفيضاً كبيراً جداً في الإنتاج هذا بالتأكيد يؤثر على الإرادات وجاء في بيان الميزانية أن متوسطة إنتاج النفطة بلغ 9.8 ملايين برميل يومياً بحلول شهر سبتمبر بانخفاض يقدر بـ 6.9 من 10% عن العام السابق ذلك بسبب التزامات السعودية تجاه أوبيك بلس ترجمة نانسي قنقر